للكهرباء شهيد ايضا ولها موجة وباء انشئت تزور العراق في كل عام وقد يكون لها موقف وبائي بقطع ثم عودة وثم تغليان من القهر والصبر والاختناق يحدث هذا في صيف لاهب وصراع سياسي لاهب ايضا تكون الكهرباء فيه ضحية الضغط السياسي وضحية اخرى لاتهامات وصلت خارج الحدود بقطع ايران لكهرباء بلاد الرافدين ثم تظاهرات وغضب يجوب الشوارع في بعض المحافظات سيما الجنوب الذي يأكل لوعة حرمان الكهرباء التي يحدث فيها التذبذب تماما كما هو تذبذب تحقيق الامنيات وتلك الامنيات نداولها بينكم يقول لسان حال النفوذ امنيات لا ناقة لكم فيها او جمل والجمل بما حمل يأخذ نصيبه سارقا بضاعة العراقيين وخيرهم وحقهم في ابسط الخدمات ينتشر الوسم الفاعل والغاضب ماكو كهرباء ويحترق الوقت بدراجات حرارة مرتفعة والشكوى تدق ابواب المسؤولين لكن الحكاية لها اجابة في غرف مغلقة يفتحها المغرضون او المستهدفون تخريب العراق في زمن المنافسة الانتخابية كل هذا يحدث تزامنا مع جفاف مقصود على يد تركيا وايران جفاف بدأ يقتل الانهار يجفف الزرع ويعطش الحيوان ويرد العراقية سهلا امام الموت او الخسارة وبين عودة تيار وانقطاع اخر هناك تفجير يستهدف ابراج الحياة انصح التعبير فالكهرباء في الصيف تدق ناقص الخطر امام منحنيين اولهما ان تجد الحكومة مرادها في القضاء على فساد الكهرباء واستهدافها وثنيهما حل مشكلة قبل ان يغرق العراقيون في صيف المفاجآت الذي بدأ بالكهرباء وربما ينتهي باحداث لا تحمد عقباها